بأي معايير ترفض طلبات المرشحين للانتخابات الرئاسية في إيران رفض أهلية المرشحين مشاهدين تعد من صلاحية مجلس صيانة الدستور المكون من 12 عضوا ستة منهم فقهاء لهم الكلمة العليا ويعينهم المرشد الأعلى للنظام في السنوات القليلة الماضية كان علي لاري جاني أبرز الأسماء المبعدة من سباق الرئاسة الإيرانية رغم توليه رئاسة البرلمان قبله وفي عام 2017 رفض طلب محمود أحمدين جاد الرئيس السابق من قبل مجلس صيانة الدستور هاشم رفسنجاني تم رفض أهليته أيضا هو الآخر عام 2013 بالرغم من دوره الكبير في الثورة وترأوسه البلاد لمرتين سابقتين وفي سابقة أيضا أعلن النائب السابق السني في البرلمان الإيراني جلال جلال زادة ترشعه للانتخابات منتحديا بذلك مواد دستورية تنص على أن يكون المرشح لرئاسة الجمهورية من أتباع المذهب الرسمي للبلاد أي المذهب الشيعي الاثنى عشري ترجمة نانسي قنقر